تقدم سريع حققته المعارضة السورية المسلحة في محافظة حماء شمالية سوريا حيث تمكنت من السيطرة على قرى عدة على حساب قوة نظام وبات مقاتل والمعارضة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان على بعد عشرة كيلومترات من مطار حماء العسكري ونفذت طائرات حربية تابعة للنظام غارات جوية على المناطق التي سيطرت عليها المعارضة متسببة في مقتل 25 شخصا على الأقل على الصعيد الدبلوماسي قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا هناك مؤشرات لاحظتمها حتما تمهد لمبادرة سياسية خلال الأسبوع تسبق نائقات اجتماع الجمعية العامة وهذا هو الوقت المناسب لهذه المبادرة لأن الموعد الحقيقي المقبل سيكون في 21 سبتمبر من أجل اجتماع على مستوى عال بشأن سوريا أما على الصعيد الإنساني فقد ذكر عاملون في منظمات إنسانية أن سكان الوعر ومضايا والمعظمية والفوع وكفرية أطلقوا نداءات استغاثة لفك الحصار المفروض على بلداتهم فيما لم تصل مساعدات بما يكفي داريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر